اشتغلت مع جمعية الكاريتاس بما يتعلق بالعلاج النفسي للأطفال المتضررين من جراء الحرب سماء اللاجئين السوريين العراقيين أو أيضاً أطفال هاي البلد اللي ممكن بيكون في عندهم مشاكل نفسية من خلال الموسيقى يعني احنا كتيراً بنسمع هاي الكلمة انه من خلال الموسيقى بصير فيها علاجات نفسية شو طبيعة العلاج اللي بتقدموه من خلال الموسيقى يعني شو الموسيقى اللي بيسمعوها هل الأطفال بيشاركوا مثلاً من خلال العزف لبعض الآلات فهذا بيأدي لعلاجهم نفسياً؟ هلا إحنا كبداية ببلش المشروع إذا بدي أحكي عنه بشكل عام انطلق من من أول إشي من سنة الـ 2017 كنا نبلش بأول أخذنا أول مية طفل تمام علمناهم أساسيات الموسيقى من قراءة موسيقية من نوتات موسيقية يعني من كل شيء بخص أساسيات الموسيقى طبعاً بالإضافة إنه كانوا يتعلموا على الأغاني اللي هي بتخص تراثهم زي مثلاً التراث الفلسطيني التراث العراقي الأردني يعني من جميع هاي الأغاني كمان بالإضافة إلى أغاني الأطفال هلا بالسنة الثانية لما كملوا معانا الطلاب اللي بلشوا بالـ 2017 انتقلوا على المرحلة الثانية أنهم بلشوا يعزفوا على آلات موسيقية اللي هي مثلاً مثل آلة اللي تشلو آلة الكمان وآلة العود وطبعاً قمنا باستضافة برضو أطفال جدد اللي هم كمان 100 طالب جداد برضو تعلموا على آلة الريكوردر اللي هي آلة طبعاً قديمة جداً هي طبعاً تشبه آلة الناي لكن مسكتها بتكون مختلفة وكنتوا تشوفوا الفرق في شخصياتهم؟ بالضبط كان كتير في فرق بالشخصيات هلأ طبعاً خلال فترة المشروع ما بيتم متابعة الطفل بس من الناحية الموسيقية ولكن من الناحية النفسية اللي هي بتم متابعتها من خلال قسم الإرشاد عنا أنه إحنا بنعطي ورشات عمل للأطفال اللي هي أنشطة نفسية من خلالها منشوف إذا الطفل كان في عنده مشاكل أو لا وبتم علاجها يعني مع الوقت خلال فترة المشروع اللي هي السنة كاملة كمان الإشي الأهم أنه إحنا بنركز على مشاركة الأهل بهذا الموضوع أنهم بنعطي ورشات برضو ومحاضرات توعوية للأهل أنهم كيف يشجعوا أولادهم إذا كان عندهم مواهب مش شرط من خلال الموسيقى ولكن برضو يعني من خلال أشياء تانية لكن أنت الطفل بتعرفي بهذا العمر إحنا بناخد الفئة اللي هي بتم فيها تأسيس الولد وبناء شخصيته اللي هي من عمر سبع سنين لحديد 13 سنة هاي الفئة اللي إحنا بنركز عليها أكتر إشي كمان في عنا أطفال برضو منحب أنه نزرع فيهم الطريقة اللي يعبروا فيها عن رأيهم قديش حلو للطفل أنه لما يطلع على المسرح يكون واثق بحاله ويغني وبرضو بنفس الوقت أنت بتسمحي له وبتعطيه فرصة أنه يعبر عن رأيه كمان هاي الشغلة كانت من أهداف المشروع أنه كتير في أطفال كان عندهم مشاكل بفكرة التعبير عن الرأي اشتركوا في القناة